موسيقى السلام عليكم هنا للقاهرة حلقة جديدة من ملف اليوم أهلا بكم نتناول اليوم أبرز عنوين الصحف العربية ونبدأ بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية التي عنوانت خريف غضب بين جماعة الإخوان الإرهابية والتركية صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أبرزت ما أقدمت عليه السلطات التركية مع الأذرع الإعلامية للجماعة الإرهابية على مدار الأشهر الأخيرة معكم كمال ماضي تحياتي لحضراتكم وللمزيد ينضم إلينا من استوديو نيل في القاهرة الكاتب الصحفي أسامة السعيد للحديث عما ذكر على صحيفة الشرق الأوسط من توتر العلاقات بين الإخوان وتركيا بداية أهلا بك معنا في ملف اليوم ودكتور أسامة برأيك ما الأسباب التي أدت إلى توتر العلاقات أخيرا بين جماعة الإخوان وتركيا بداية تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين أعتقد بالفعل هناك مشكلة حقيقية بين السلطات التركية وبين طيارات جماعة الإخوان المقيمة على الأراضي التركية السلطات التركية تستخدم جماعة الإخوان كورقة ضغط على العديد من الدول سواء الدول الغربية أو دول عربية وبالتالي هذه الجماعة وعناصرها الموجودة على الأراضي التركية تقدم دور وظيفي في خدمة سياسة براجماتية تتباحها السلطات التركية في هذا الشأن منذ أشهر وهناك مجموعة من المحددات ومجموعة من المطالب التي أعلنتها السلطات التركية سياسة براجماتية هل تقصد هنا أن الرهان على الإخوان كمجموعة سياسية سيتغير أعتقد أنه يتغير بتغيرات الأهواء السياسية التركية وبتغيرات بصلة المصالح السياسية التركية في النهاية جماعة الإخوان هي جماعة وظيفية قبلت أن تكون ورقة ضغط في يد السلطات التركية استخدمت من قبل أكثر من نظام ومن بينها النظام التركي في محاولة للعب أدوار سياسية والضغط على مجموعة من الدول لتحقيق مصالح سياسية بعينها وبالتالي التحولات السياسة الخارجية التركية وتحولات شبكة المصالح التركية تنعكس بشكل أو بآخر على طبيعة العلاقة مع جماعة الإخوان ومع العناصر الموجودة على أراضيها وفي ظل هذا التحول بدأت تظهر في الفترة الأخيرة مجموعة من الضوابط التي طالبت السلطات التركية عناصر الإخوان وخاصة العناصر الإعلامية والمنابر الإعلامية التي تنطلق من الأراضي التركية أن تلتزم بها لكن عدد من هذه العناصر لم يلتزم بهذه المحددات ولم يلتزم بالمطالب التي أعلنتها السلطات التركية تصور أن الأمر هو حر في اختيار قراراته أو حر في ممارسته ونسي أنه مجرد أداة ومجرد لعبة ومجرد ورقة ضغط وبالتالي لجأت السلطات التركية إلى إظهار الوجه الآخر أو استخدام العصى الغليظة فتم توقيف مجموعة من العناصر الإعلامية وتم احتجاز عدد منهم أفرج عن بعضهم بعد الالتزام وبعد التعاهد باحترام الضوابط التي حددتها السلطات التركية ولكن هناك بعض الإعلاميين موجودون حتى هذه اللحظة في السجون التركية ويخضعون لي التحقيق وهناك الكثير من التقارير وعديد من التقارير ومنسوبة لمصادر مقربة من العناصر الإخوانية الموجودة في تركيا تشير إلى أن هناك مزيد من الضغوط وأن السلطات التركية ضاقت زرعا بالممارسات المنفلتة لبعض العناصر التركية وتصور أن هذا في حد ذاته مسألة لافتة للانتباه لأنه بدأنا نلاحظ على المنابر الإخوانية على بعض منصات التواصل الاجتماعي تهديدات حتى للنظام التركي نفسه ووصل الأمر إلى أن بعض شباب الجماعة الإرهابية المقيمين في تركيا حاليا يطالبون بمعاقبة الرئيس التركي على إقدامه على اعتقال وعلى احتجاز مجموعة من العناصر الإخوانية الموجودة على الأراضي التركية وأعتقد أن هذا في حد ذاته تطور مهم بيكشف طبيعة العلاقة بين الجانبين وأنها علاقة نفعية في المقام الأول علاقة استخدام بشكل واضح بين الطرفين وبالتالي يمكن أن تتوتر يمكن أن تتعرض لمنعطفات قاسية إذا ما تغيرت طبيعة التعامل بين الطرفين دكتور أسامة من بين من تم توقيفهم وهو الآن في السجون التركية حسامة الغمري وهو رئيس تحرير قناة الشرق الإخوانية سابقا هل هذا التوقيف توقيف سلطات التركية لحسامة الغمري هل هي حالة يمكن القياس عليها يعني أعتقد حالة حسامة الغمري حالة خاصة لأنه أولا حسامة الغمري ليس إخوانيا تنظيميا ولكنه كان من تميا لحزب الغد وتحالف مع جماعة الإخوان وبالتالي هو أحد العناصر غير المحسوبة تنظيميا على جماعة الإخوان فضلا عن أنه حاول أن يقوم بأدوار أخرى في علاقته مع دول حتى خارج تركيا يعني حتى فكرة الاستخدام والارتهان لمصالح دول لم تقتصر فقط على تركيا ولكن حاول أن يمد شبكة علاقاته إلى دول أخرى وإلى عواصم أخرى وربما هذا أحد أسباب الغضب التركي على أداؤه فضلا عن عدم التزامه في التحريض على الدولة المصرية ودعوته لإثارة الفوضى في التظاهرات التي سميت بـ 11-11 وعقب فشل هذه التظاهرات وعقب فشل هذه الدعوة لإثارة الفوضى في مصر أعتقد أن السلطات التركية أدركت أن هذه الأزرع الإعلامية ربما تمثلها حرجا في علاقتها مع عواصم عربية وفي مقدمتها القاهرة خاصة أن تركيا ترغب في تحسين علاقتها مع القاهرة وتعلم تماما أن ملف الإخوان وملف الجماعة الإرهابية أحد العقبات التي تعوق أو تعرق التحسين وتطبيع علاقتها مع القاهرة أيضا هناك مشكلة حقيقية في ملف حسام الغمري وهو أنه تعرض لي وسطات أو كانت هناك مجموعة من الوسطات من قبل قيادات داخل جماعة الإخوان الإرهابية وأيضا قيادات متحالفة مع هذه الجماعة ولكن تم رفض هذه الوسطات وحتى هذه اللحظة لا يزال محتجزا وأعتقد أن هذه إشارة مهمة بتكشف أن السلطات التركية ربما تنتهج نهجا مغايرا ونهجا مختلفا في تعاملها مع القيادات الإخوانية الموجودة على أراضيها وأنها باتت أكثر ضيقا بهذه الممارسات المنفلتة وعدم الالتزام بالضوابط وأنها تتعرض بالفعل لحرك بالغ في علاقتها مع العواصم العربية وبالتالي تم إظهار وجه مختلف في التعامل مع حالة هذا المتحالف أو عهد العناصر الدعمة للجماعة الإرهابية لكن دكتور أسامة بخصوص هذا الوجه المختلف الذي تم التعامل به مع الجماعة الإرهابية في تركيا إعادة توقيف حسام الغمري رئيس التحرير السابق لقناة الشرق الإخوانية تواكبت مع الإفراج عن عدد آخر من قيادات الجماعة كيف تقرأ هذا الأمر؟ أعتقد أن قراءة هذا الأمر تشير إلى أن هناك مجموعة من الضوابط التي طالبت بها السلطات التركية هذه العناصر الإعلامية الموجودة على أراضيها من قبل ومن وافق وتعهد بالالتزام بهذه الضوابط أفرج عنه ومن لم يلتزم واعترض أو خالف هذه الضوابط تم إعادة توقيفه مرة أخرى ولا ننسى أن حسام الغمري أعتقل ثم أفرج عنه ثم أعيد اعتقاله مرة أخرى وبالتالي يكشف أو يؤكد هذه الرؤية أن هناك مجموعة من الضوابط التي ينظر إليها على أنها محددات للعلاقة بين الجانبين وبالتالي هو لم يلتزم هو سعى إلى استخدام منصات التواصل الاجتماعي وإلى محاولة الدعوة لإثارة الفوضى في مصر ربما هذا كان مرفوضا من قبل السلطات التركية فأعيد اعتقاله مرة أخرى لكن أود الإشارة إلى جزئية مهمة حتى رغم إظهار وجه مختلف أو تبني السلطات التركية لمنهج مختلف جزئيا على الأقل في هذه المرحلة لكن هذا لا ينفي أو لا يعني يلغي وجود احتضان وتبني كامل من قبل السلطات التركية لهذه العناصر بدليل أن السلطات التركية حتى هذه اللحظة ترفض تسليم أي عناصر أو قيادات إخوانية متورطة في ارتكاب جرائم إرهابية أو التخطيط لجرائم إرهابية في مصر ومطلوبة جنائيا أمام العديد من الدعاوة القضائية وبالتالي أيضا الدولة التركية أو السلطات التركية منحت الجنسية لبعض هذه العناصر وبعض هذه القيادات أيضا ساهمت وسهلت خروجهم من الأراضي التركية إلى عواصم أخرى والإقامة في عواصم أخرى وبالتالي حتى مع بعض التحاول أنت دكتور أسامة كيف ترى أو كيف تقرأ هذه الخطوات المتناقضة نوعا ما بين الإفراج وما بين القبض من ناحية الأخرى يعني أنا أعتقد أن هذا مؤشر واضح على وجود تزبزب أو وجود اختلاف جوهري داخل هيكل الإدارة أو هيكل السلطات التركية نفسها هناك الحكومة وهناك الأجهزة الأمنية وهناك الدولة التركية العميقة التي تريد تحسين العلاقة مع مصر وتريد تحسين العلاقة مع الدول العربية وترى أن الإخوان والعناصر الإخوانية باتت عبئا على الدولة التركية وأنها لم تحقق من وراء هذه الجماعة سوى إفساد العلاقة وتوتير العلاقة مع العديد من الدول العربية المهمة في المنطقة في المقابل يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو وحده يقف في مواجهة كل هذه الأجهزة المعنية والسلطات التركية المعنية هو يعتقد بأن ورقة الإخوان ورقة مهمة بالنسبة لسياساته بالنسبة لمحاولة إيجاد أوراق ضغط على دول غربية ودول عربية محاولة تنصيب نفسه كزعيم لهذه التيارات وهذه التنظيمات الإسلاموية وبالتالي هو يعاند ويعارض فكرة تسليم هذه العناصر أو فكرة إخراج هذه العناصر من الأراضي التركية يرفض اتخاذ أي إجراءات صارمة ضد هذه العناصر لأنه يريد استخدامها على المدى المتوسط والمدى البعيد وبالتالي إذا هو وافق على النهج فيما يتعلق داخل الحكومة التركية فهو ربما يهدد مستقبلك أو صورته الزهنية التي يريد أن يرسمها لدى هذه الطيارات والتي أيضا يريد أن يكرسها لدى دول أخرى بأنه هو القائد وهو الزعيم وهو المنظم وهو الضابط لحركة هذه التنظيمات الإسلاموية وبالتالي هو يحاول أن يتعامل بعصى وجزرة يعني كما يقول التعبير أو المقولة المأسورة بالعصى والجزرة أحيانا مع هذه التنظيمات يمد لها يد العون يقدم لها الملازل آمن يوفر لها المنصات للانطلاق من أراضيه لكن عندما تخرج عن السيطرة أو تحاول أن تلعب بأدواتها الخاصة فهو يظهر لها بعض الشدة في محاولة لتلجيم أو إحكام قبضاته المهيمينة على هذه التنظيمات وبالتالي أعتقد فهمنا أو الفهم لي طبيعة العلاقة بين أردوغان وبين الدولة التركية وأيضا بين أردوغان وجماعة الإخوان لأنه في النهاية الرئيس التركي هو جزء من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وهو يلعب وفق هذا المفهوم ووفق هذا الدور أنه يريد أن ينصب نفسه زعيما لهذا التنظيم قائدا لهذا التنظيم الدولي وبالتالي هو يحاول أن يستخدم دائما أوراق جماعة الإخوان أخذ منك هذه النقطة دكتور أسامة هل بهذا الشكل الرئيس التركي أردوغان من الممكن أن يضحي بصوراته التي رسمها على مدار السنين الماضية وعلاقته طبعا مع طيارات الإسلام السياسي في المنطقة أعتقد من الصعب لأنه طبيعة شخصية الرئيس التركي والتحليل لطبيعة شخصيته هو شخصية عنيدة هو شخصية صحيحة أنه شخصية براجماتية شخصية يمكن أن يتخذ قرارا ويتراجع عنه أكثر من مرة ورأينا هذا في أزمات متعددة مع العديد من دول العالم لكنه في هذا الملف تحديدا هو يتعامل معه بمنظور عقائدي هو يتعامل معه بمنظور اعتناقي لأفكار ورؤية جماعة الإخوان ولا ننسى أن حزب العدالة والتنمية هو بالأساس أحد الأحزاب أو أحد التكوينات السياسية التي قامت على فكر الجماعة فكر جماعة الإخوان وبالتالي هو تربى ونشأ على هذه الأفكار وبالتالي هو يتعامل مع هذا المنظور أو مع هذه الجماعة من منظور عقائدي وبالتالي أعتقد أنه من الصعب أن يتخلى عن هذه الصورة خاصة أنها توفر له بعض المكانة التي كان يسعى إليها من خلال الانضمام للاتحاد الأوروبي وفشل هذا المشروع حاول أن ينصب نفسه بعدما يسمى بثورات الربيع العربي كقائد وكزعيم لهذه المنطقة ولكن الشعوب العربية أفشلت هذا المخطط وأدت إلى الإدرار بصورة الرئيس التركي وبصورة الدور التركي بشكل عام خلال السنوات الماضية وبالتالي ربما هذه الورقة ورقة التنظيم الدولي وورقة تنصيب نفسه كزعيم للطيارات الإسلام السياسي وكضابط ومحرك لهذه التنظيمات ربما تحفظ له بعض المكانة المهتزة حتى في الداخل التركي نفسه لأنه لا ننسى أن تنظيمات الإسلام السياسي هي تنظيمات فاعلة في الداخل التركي نفسه وبالتالي هو يحاول أن يبقي على حظوظه وحظوظ حزبه في الاستمرار في السلطة من خلال مخاطبة ومغازلة هذه الطيارات في الداخل وأيضا يحافظ على مكانة خارجية من خلال زيادة مكانته وامتلاك أوراق ضغطة على عواصم غربية وعواصم عربية من خلال ورقة الإخوان وبالتالي أعتقد أنه من الصعب أن يتخلى عن هذا الدور أو يتراجع عن دعمه سريعا حتى على الأقل في هذه الفترة دكتور سمى السؤال الآن الذي يطرح نفسه بقوة هل من الممكن أن تسلم تركيا بعض الموقفين العرب من جماعة الإخوان إلى دولهم مرة أخرى إلى الدول العربية؟ أعتقد قياسا على السوابق الماضية الإجابة ستكون لا لأنه رغم كل الأحكام القضائية وكل درجات التقاضية التي خضتها الدعاوى القضائية ضد هذه القيادات لكن تركيا رفضت الاعتراف بهذه الأحكام القضائية ولم تسلم قياديا إخوانيا واحدا حتى بعض القيادات الإخوانية التي ثبت تورطها في عمليات إرهابية داخل مصر وخارج مصر وفي مجموعة من الدول العربية وحتى في بعض الدول الأوروبية رفضت تركيا تسليم هذه القيادات بالعكس وفرت لهم الملازل آمن منحتهم الجنسية كما أشرت سلفا لكن أعتقد مع تحولات السياسة في المنطقة مع الضغوط الداخلية من بعض الأجهزة ومن بعض مؤسسات الحكم داخل تركيا أتصور أن الرئيس التركي سيجد أنه بات الأمر صعبا كي يواصل نهجه بحماية وتوفير الحماية والدعم والمظلة الوقائية لعناصر هذه الجماعة رغم كل مخالفاتها رغم كل انفلاتاتها رغم كل جرائمها وبالتالي أعتقد أن الضغط سيكون ضغطا داخليا لإجبار الرئيس التركي على رفع ياد الحماية لكن حتى في المستقبل المنظور أعتقد ربما سيكون صعبا إمكانية تسليم بعض القيادات الكبرى على الأقل ربما يسلم بعض العناصر المحسوبة دكتور وسامة هل الضغط الداخلي في تركيا كبير إلى هذا الحد؟ هل الضغط الداخلي في تركيا كبير إلى هذا الحد؟ لا أعتقد حتى هذه اللحظة هناك ضغط من الطيارات المعارضة هناك ضغط من الأحزاب الليبرالية هناك ضغط من الطيارات القومية التركية التي ترى أن التحالف الأردغاني مع طيارات الإسلام السياسي أضر بمصالح تركيا العليا أضر بمصالحها السياسية والاقتصادية أضر بمراس من العلاقة مع العديد من الدول العربية وبالتالي نعم هناك ضغوط ولكنها ليست كبيرة بالقدر الكافي حتى هذه اللحظة أو على الأقل كما يبدو من خلال السلوك الرسمي التركي أنها لم تصل بعد إلى الحد الذي يجبر السلطات التركية على تسليم من لديها من قيادات وربما في الفترة المقبلة تصفر هذه الضغوط عن تسليم بعض القيادات الصغيرة أو بعض العناصر غير المهمة لكن أعتقد أن هذا لن يكون أمرا زابال بالنسبة للعديد من العواصم العربية أو القاهرة تحديدا وبالتالي أعتقد أن مصر ماضية في نهجها وماضية في مصارها تقوم بإدارة سياستها الخارجية بناء على مصالح راسخة وعلى محددات راسخة لا تنظر أبدا إلى فكرة بعض العناصر المقيمة على الأراضي التركية على أنها هي المعوق للعلاقات مع تركيا مصر دولة تنظر إلى مصالحها وسياستها الخارجية بمنظور أكثر عمقا وأكثر شمولا هي ترفض النهجة التركي في إصارة الاستقرار في عدد من المدن وعدد من الدول العربية على سبيل المثال في ليبيا وفي غيرها وبالتالي مسألة الإخوان أعتقد أنها محاولة تركيا فقط لتحسين العلاقة لكن مصر تجاوزت هذه المسألة ومصر تنظر إلى علاقتها مع دول العالم ومنها تركيا بمنظور أكثر عمقا وأكثر شمولا نعم حرارك ذكرت دكتور أسامة بخصوص العناصر الصغيرة أو غير المهمة الموجودة في تركيا لكن في نفس الوقت هناك عناصر نستطيع القول أن نقول أنهم متورطين بالفعل في عمليات إرهابية تمت على أراضي الدول العربية ما السيناريو المرجح معهم في الفترات المقبلة؟ أتصور أن السيناريو الذي يمكن أن ينفذ في هذه الحالة إذا ما واجه النظام التركي ضغوطا كبيرا سواء من الداخل أو حتى قانونيا في الخارج ربما هو ترحيل هذه العناصر أو السماح لها بالخروج ترحيل الأراضي التركية لإفلات من الضغط أو الإفلات من الإدانة أو الانتقاد وهذا حدث بالمناسبة مع مجموعة من العناصر الإعلامية التي رفضت الانصياع للضوابط التركية فسمح لها بالخروج والإقامة في عواصم أوروبية أخرى والاتخاذ عواصم أوروبية أخرى ملازا آمنا ومنصة للهجوم والدعوة للفوضى في المنطقة العربية وبالتالي أتصور أن السيناريو الأقرب للمنطق والسيناريو الأقرب للتنفيذ هو إخراج هذه العناصر والسماح لها بالانتقال إلى عواصم أخرى هذا فيما يتعلق بالعناصر أو بالقيادات الكبرى أما فيما يتعلق بالعناصر الصغيرة أو غير مهمة أو غير مؤسرة ربما يتم تسليم بعضها أو ربما تترك بلا أي تصرف مناسب أو تصرف قانوني طالما أنها لم تكن مطلوبة أو مدرجة على قوائم الإرهاب أو مطلوبة في جرائم إرهابية كبرى توقفت عند كلمة حضرتك بخصوص ترحيل هل ترحيل معناها الذهاب إلى دول أخرى دول أوروبية أخرى أم ترحيل معناها يعني إعادتهم مرة أخرى إلى بلادهم إعادة سيناريو ما تم في 2020 مع الشاب الإخواني محمد عبد الحفيظ الذي كان محكوم عليه بالإعدام غيابيا وتم تسليمه إلى السلطات المصرية هل هذا السيناريو من الممكن أن يعاد مرة أخرى؟ أعتقد هذا السيناريو يمكن أن يعاد كما قلت مع بعض القيادات الصغيرة مع بعض المحكمين في قضايا واضحة بصدرة تضم أحكام نهائية لكن مع القيادات الكبيرة مع الشخصيات الإعلامية مع القيادات البارزة أعتقد أنه سيكون صعبا لأن هذا سيحرج الرئيس التركي أمام الأوساط التي يحاول أن يغازلها من خلال دعمه لتنظيمات الإسلام السياسي الترحيل هنا يشير إلى السمح لهم بالخروج إلى عواصم أخرى ورأينا خلال الشهور الماضية عدد من هذه القيادات خرج من تركيا وذهب إلى عواصم أوروبية وتحديدا إلى العاصمة البريطانية أقام هناك أسسوا شركات أسسوا قنوات أسسوا مواقع إلكترونية هناك أيضا حركة انتقال إلى بعض العواصم في شمال أوروبا وبالتالي هنا الترحيل ربما يكون ترحيلا بالمعنى القانوني لبعض الشخصيات غير المؤثرة لكنه سيكون خروجا أو اتفاقا وديا اتفاق غير مكتوب بين الطرفين للخروج الآمن لهذه العناصر إلى عواصم أوروبية بمقابل تخفيف التوتر وتخفيف الضغط على العاصمة التركية وعلى الدولة التركية لكي لا تحرج نفسها أكثر من ذلك خاصة أن العديد من الدول العربية باتت تدرك أن النهج التركي هو نهج خطابي أكثر منه نهج واقعي هو يتحدث كثيرا ولا يتخذ إجراءات على الأرض ولا يتخذ قرارات فاعلة على الأرض وبالتالي أعتقد أن عدد من العواصم العربية المؤثرة يتحدثون عن القاهرة عن الرياض عن أبو ظبي بدأت تكون أكثر إدراكا لأن العمل التركي هو عمل من أجل الاستعراض فقط ولكنه لا يقدم إجراءات على الأرض تؤكد رغبته في بناء جسور الثقة مرة أخرى مع هذه العواصم وبالتالي هو من يسعى إلى تأكيد جدياته هو من عليه أن يثبت أنه جاد فعلا في تحسين علاقاته مع هذه الدول هو من عليه أن يثبت أنه تغير أو أنه غير أسلوبه أو غير نهجه في التعامل مع قضايا المنطقة العربية وتخلى أو تخلص من دعمه لجماعة الإخوان الإرهابي الكتب الصحفي السيد أسامة السعيد شكرا جزيلا كنت معنا من القاهرة نستمر معكم في ملف اليوم لكن بعد فاصل قصير بمشيئة الله أهلا بكم من جديد في ملف اليوم على شاشة القاهرة الإخبارية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حسم الجدل في شأن عودته المحتملة إلى المنافسة على المكتب البيضوي في البيت الأبيض بعدما أعلن ترامب أخيرا ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024 التطور الأخير حدث مع ظهور نتائج الانتخابات الأمريكية النصفية انتخابات الكونجرس الأمريكية التجديد النصفي التي حملت نتائجها مفاجآت نعتبرها كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي انتصارا له الانتخابات النصفية الأمريكية أصبحت استفتاءا رئاسيا على شعبية بايدن ومنافسة الجمهوري دونالد ترامب الذي تقدم رسميا بأوراق ترشح لهيئة الانتخابات الفيدرالية للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة رافعا شعار أمريكا أولا ومكررا عبارته الأثيرة لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى من أجل إعادة عظمة ومجد أمريكا إلى سابق عهدها أعلن ترشحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة لن تكون هذه حملة وحدي بل ستكون حملتنا جميعا لأن القوى الوحيدة القادرة على هزيمة الفساد الهائل الذي نواجهه هي أنتم الشعب الأمريكي انطلقت سباقات الرئاسة الأمريكية قبل موعدها مع خروج نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس إلى النور فالموجة الحمراء وفق التعبير الأمريكي لم تمر كما اشتهت سفن الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية للكونغرس الاستطلاعات التي توقع معها كثيرون فوزا صاحقا للجمهوريين كذبت هذه المرة وتوقف المد الأحمر عند خدود انتزاع الأغلبية البسيطة بمجلس النواب الأمريكي الغرفة الأدنى بالكونغرس المكون من مجلسين بينما حسمت ديمقراطيون أغلبية مجلس الشيوخ وقلصوا الفارقة في مجلس النواب رغم خسارتهم للأغلبية للصالح الجمهوريين حزب الرئيس السابق دونالد ترامب ترامب عاد إلى المشهد قبيل الانتخابات وألقى بثقله السياسي والمالي خلف العديد من المرشحين في الانتخابات النصفية لكنهم خيبوا أماله إلى حد ما لكن تلك النتيجة غير المتوقعة لم تزد ترامب إلا إسرارا على خوض معركة الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد أقل من عامين الحزبان الجمهوري والديمقراطي روّغ كل منهما انتصارا مزعوما في الانتخابات الأخيرة لكن الناخب الأمريكي كان الفائز الحقيقي في تلك الانتخابات التي شهدت نسبة عالية من الإقبال التصوطي مدفوعا بالدفاع عن مصالحه الناخب الأمريكي كان منشغلا بعدد من القضايا أبرزها الحقوق الإنجابية والوضع الاقتصادي والمعيشي المتراجع نسبيا خلال رئاسة بايدن نتيجة ظروف الاقتصادية العالمية الراهنة في ظل مرحلة التعافي من آثار جائحة كورونا والحرب القائمة في أوكرانيا أهلا بكم مجددا الانتخابات النصفية الأمريكية كان لها كبير الأثر على الحزبين الديمقراطي والجمهوري وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الدكتور عاطف السعدوي مدير تحرير مجلة الديمقراطية بجريدة الأهرام المصرية والخبير في الشأن الأمريكي أهلا بك وأهلا وصلا بك في البداية وكان لك مقال اليوم بعنوان لا ترامب لا بايدن هل هذا ما عبرت عنه انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي الأخيرة مساء الخير يا أستاذ كمال وتحية كبيرة لك ولمشاهدي قناة القاهرة الإخبارية في كل مكان يعني كما ذكرت حضرتك وكما ذكرت أنا في مقالي توقعي الشخصي أن انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية كل فريق ربما كانت نتائجها غريبة يعني إلى حد كبير ويعني دائما الإنتخابات ليس فيها نتائج غريبة فيها نتائج مفاجئة لكن ربما كانت غرابة الانتخابات الأمريكية هذه المرة أن كل فريق روج كما ذكرت لنفسه أنه المنتصر في هذه الانتخابات وفي الحقيقة أن كل فريق أو الحزبين تحديدا كل منهما يمكن أن يلوج أو يسوق نتائجه على أنها خسارة ويمكن أن يسوقها على أنها مكسب في نفس الوقت وربما كان هذا هو الغريب لكن في تقديري الشخصي أي كانت الخسائر التي حققها الديمقراطيون والجمهوريون أو المكاسب التي حققها كلاهما لكن في تقديري أن الخاسر من هذه الانتخابات تحديدا كان كل المرشحين المحتملين لانتخابات رئاسة أمريكا في 2024 يعني تقديري أن الخاسر الرئيسي ليس هو الحزب الديمقراطي ولا الحزب الجمهوري لكن الخاسر هو ترامب والخاسر هو بايدن لماذا؟ قد يبدو السؤال غريب لكن الإجابة عليه قد تفسر إلى حد كبير سبب غرابته لأن قبل بدء هذه الانتخابات كان ترامب يراهن بشدة عليها على أنها ستكون بوابته لإعادة الترشح مستقبلا على رئاسة أمريكا في 2024 لكن بعد نتائج هذه الانتخابات أعتقد أن ربما إلى حد كبير قد تكون هناك علامات استفهام كبيرة حول أولا مدى قدرته على الفوز بترشيح الحزب الجمهوري وإذا استطاع خوض هذه المعركة وفاز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة المقبلة فإن هناك علامات تساؤل أيضا على قدرته على الفوز برئاسة أمريكا وهذا لم يكن عليه الحال قبل بدء الانتخابات النصفية أو قبل إعلام نتائجها لأن كثيرا من المرشحين الذين لعب دورا في ترشيحهم أو دعمهم خسروا الانتخابات وهم كانوا مؤمنون بنظرية المؤمرة التي كان يتبنىها ومؤمنون بأن الانتخابات الرئاسية الأخيرة كان فيها تزوير وما إلى ذلك وربما كان وجود هؤلاء المرشحين سببا في الكثافة التاريخية في هذه الانتخابات التي كانت مدفوعة إلى حد كبير بخوف الشعب الأمريكي بشكل عام على الديمقراطية الأمريكية أو ما أسميته في المقال بأنه شبح عودة ترامب هذا بالنسبة لترامب بالنسبة لبايدن أعتقد أيضا أنه إلى حد كبير ربما تكون قد خدمته الظروف الظروف ليس له دخل فيها يعني في تقليص الخسار التي كانت متوقعة إلى حد كبير في مجلس النوار تحديدا وأتحدث عن هذه الظروف تحديدا في عاملين العامل الأول الذي ذكرت هو وجود ترامب يعني ربما وجود ترامب دفع كثير من القواعد الديمقراطية إلى الدخول بكثافة في عملية التصويت وبالتالي ربما هذا سببا كبيرا في تقليص الخسار السبب الثاني ربما كان عامل صدفة وهو تحديدا حكم المحكمة العليا الأمريكية في يونيو الماضي بإلغاء حق المرأة في الإجهاد هذا السبب سبب رئيسي لأنه أعطى جعل الأولوية في هذه الانتخابات أو القضية الرئيسية في هذه الانتخابات ليس قضية الاقتصاد وليس قضية التدخم التي تنحت جانبا لمقادر الحقوق الإنجابية وحق المرأة في الإجهاد وبالتالي لو كانت لو لم يكن هذا الحكم ولو لم يصدر حكم المحكمة العليا الأمريكية كانت ستكون قضية التدخم وقضية ارتفاع الأسعار وقضية الاقتصاد هي العامل الانتخابي الأساسي وهذا بالتأكيد لم يكن في صالح جو بايدن لأنه كان بالتأكيد سيخسر أكثر مما خسر وبالتالي في تقديري الشخصي أن قد تكون المعركة الانتخابية المقبلة قد تخلو من كلا يوما ولكن حتى الآن ربما ما زالت المسألة محل شد وجذب دكتور عاطف أتوقف عند جزئية حالك ذكرتها وهي قضية الإجهاد المسألة التي جرى عليها العرف أن الرئيس الحالي إذا أعلن نيته أو رغبته في الترشح وبالتالي لا يكون هناك مرشح أمامه هل سيستطيع بايدن خوض معركة تبدو كبيرة داخل الحزب الجمهوري للفوز بترشيحه رغم ظهور منافس قوي وحاكم في لوريدا الحالي رون دي سانتس هذه أعتقد ستجيب عليها الأيام القليلة المقبلة بخصوص قضية الإجهاد يعني دكتور عاطف قضية تأخذ كثيرا من الجدل فيها الداخل الأمريكي لماذا كل هذه الضجة حول قضية الإجهاد ومن المفترض أن قضية الاقتصاد وتضخم الأسعار في هذا الوقت بالذات أن تنال هذه الحظوة قلت أكيد سؤال مهم وفي تقديري كما ذكرت أن هذا ربما كان هو العامل الحاسم أو أحد عوامل الحاسم في الانتخابات الأخيرة يعني لو لم يكن حكم المحكمة الدستورية الأمريكية بالغاية حق الإجهاد ربما كانت تغيرت النتيجة ربما كانت تحققت توقعات استطلاعات الرأي بأن المد الأحمر سيتحقق والموجة الحمراء ستتحقق وفي الرد على سؤال حضرتك يعني أعتقد أن الناخب الأمريكي يهتم تماما بحقوقها الشخصية يهتم تماما بحق الاختيار وبالتالي القرار الذي صدره منذ عدة أشهر الغاء الحق الدستوري للمرأة في الإجهاد أثار حالة كبيرة من الجدل أثار حالة كبيرة من البلبلة وأثار حالة كبيرة من التوقعات وهذه هي النقطة الأهم لماذا كان هذا العامل هو الحاسم في الانتخابات وليس عامل الاقتصاد أو عامل التضخم لأنه كان بناء على نتيجة الانتخابات هل سيستطيع الديمقراطيون أن يحتفظوا بالأغلبية أو يسيطروا على مجلس الشيوخ هل كان الجمهوريون سيستطيعون السيطرة على المجلسين وما إلى ذلك لأن هناك مشروع قانون سيقدم مشروع قانون فيدرالي يعني ما ينظم حق الإجهاد حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية هي قوانين الولايات وليست قوانين فيدرالية وبالتالي تختلف المسألة من ولاية لأخرى لكن ما يتم التجهيز له حاليا هو قانون فيدرالي يبيح حق الإجهاد أو يقيده وفقا لمن سيستطيع السيطرة على الكونجرس يعني الجمهوريون على سبيل المثال يريدون قانون فيدراليا يمنح حق الإجهاد بعد مرور 15 أسبوعا من الحمل عكس الديمقراطيون الذين يسعون أن يكون هذا الحق مفتوح وبالتالي كان هذا عاملا مهما في تصويت وفي حجد القائلة الديمقراطية في التصويت في انتخابات الكونجرس تحديدا أملا في الحصول على نتيجة تراعي حق الاختيار داخل الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بحق الإجهاد وبالتالي أعتقد الحقوق الفردية لا تقل أهمية عن عامل الاقتصاد في الانتخابات وبالنسبة للناخب الأمريكي حضرك ذكرت بين ثانيات الكلام ديسانتوس حاكم فلوريدا وهو المنافس المحتمل حاليا لترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة على حساب الحزب الجمهوري كيف سترى فرص المنافسة بين الترفين بين ترامب وديسانتوس على تمثيل طبعا الحزب الجمهوري يعني أعتقد أن هذا هو ربما يكون هذا هو السؤال الأهم في الانتخابات الأمريكية القادمة وربما التنافس في تقديري الشخصي أن التنافس على رئاسة أمريكا سيبدأ من التنافس على من يفوز أو من يحظى بحق الترشح عن الحزب الجمهوري لأنه كما ذكرت أن هناك أعراف ربما سائدة في أمريكا أن ما دمت رئيسا على قيد الرئاسة فبالتالي لا مجال لتنافس انتخابي أو تنافس على الترشح عن الحزب طالما أبدى الرئيس الحالي رغبته في الترشح وبالتالي إذا أبدأ بايدن رغبته في الترشح فسيكون هو المرشع عن الحزب الديمقراطي وبالتالي هنا الكرة الرئيسية في ملعب الحزب الجمهوري من سيفوز بترشيح الحزب الجمهوري قبل هذه الانتخابات كانت الأمور كلها تتحدث على أن الانتخابات ستكون اختبارا كبيرا لفرص ترامب في الانتخابات الرئيسية المقبلة لكن بعد الانتخابات بدأ الحديث عن نجم جديد بدأ يظهر في ساحة الحزب الجمهوري بالنظر إلى ما حققوا من نتائج داخل الولاية وهنا أتحدث عن الاسم الذي ذكرته رون دي سنتس حاكم ولاية فلوريدا النتائج التي حققها رون دي سنتس في الانتخابات الأخيرة لم يحققها أي حاكم لولاية فلوريدا منذ 40 عاما يعني فازها ربما بفارق مليون و800 ألف صوت وهذا لم يحققه شخصيا ترامب في الانتخابات الماضية في ولاية فلوريدا وبالتالي دي سنتس حقق هذه الأرقام رغم أنه يتبع إلى حد كبير أسلوب ترامب يعني في معادة دائمة مع وسائل الإعلام يقتنع بما يقوله أو بمقولة ترامب أنه كلما عديت وسائل الإعلام أكثر كلما أصبحت محل حديثها وبالتالي هو يحظى بشعبية كبيرة رغم موقفه من موضوع حق الإجهود الذي تحدثنا عنه ولكن الناخب الأمريكي فضل اختياراته الشخصية لرون دي سنتس على موضوع حق الإجهود وبالتالي هذا يثبت مدى ربما شعبيته داخل الولايات فلوريدا وهي من الولايات الكبيرة الحاكمة شعبيت دي سنتس لم تأتي من فراغ ربما جاءت قياسا على ما فعله في ولاية فلوريدا ربما يعني هو تولى الحكم في لوريدا في 2018 فخلال أقل من أربع عوام وتحديدا في العامين الأخيرين حقق ربما إنجازات لم تكن معهودة وربما فاقت ما قام به نظره حتى على المستوى الفيدرالي يعني طريقة تعاملهم مثلا مع أزمة كورونا ربما كان يحتزى بها داخل الولايات المتحدة الأمريكية وأول ولاية أسرعت في الإغلاق وهي أول ولاية أعلنت العودة للحياة الطبيعية رغم أن ذلك كان محل اعتراض كثير من وسائل الإعلام الأمريكية وقتها لكنه أثبت فاعليته وبالتالي يعني رفع له القبعة في طريقة تعامله مع أزمة كورونا أزمة الإعصار الذي ضرب ولاية فلوريدا في مطلع هذا العام طريقة تعامله مع الموضوع حظيت بإشادة كبيرة من كافة المتابعين وكافة المحيطين وبالتالي بدأ ينظر له هو وعائلته وعلى أنهم ربما تكون عائلة رئاسية بامتياز وأن مستقبلا كبير هناك ينتظرها وهذا ما جعل ترامب نفسه يستشعر أن هناك منافسة كبيرة تأتي من رون دي سنتس وحذره بشكل أوبا أو كما وصفته أنت دكتور عاطف بأنه نجم جديد في سماء الانتخابات القادمة الانتخابات الرئاسية القادمة وبالأخص ترشيح الحزب الجمهوري للرئيس عدد من رجال الأعمال الكبار في الولايات المتحدة الأمريكية وأبرزهم طبعا إيلون ماسك أغنى رجل أعمال في العالم أعلن صراحة أنه سيدعم دي سنتس في الانتخابات المقبلة المال في الانتخابات كيف سيلعب الدور في الانتخابات المقبلة؟ هذا سؤال مهم بكل تأكيد ربما ما أعلنه ماسك وما أعلنه وما سيعلنه لاحقا ربما عدد من كبار رجال الأعمال ورجال المال في الولايات المتحدة الأمريكية ربما يكون هنا رغبة في موازنة الكفة يعني الجميع يعلم أن ربما ترامب دخل عالم السياسة ووصل لترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الماضية ووصل لرئاسة أمريكا كان هناك عاملا كبير ما هو المال يعني لمن لا يعلم المال عامل أساسي في الانتخابات الأمريكية لأن فكرة دعم وتمويل الحملات الرئاسية عامل رئيسي في الفوز أو الخسارة وبالتالي ربما رغبة رجال أعمال الآن أو إعلانهم مبكرا تأيدهم لرون دي سنتس ربما تكون رغبة منهم في دفع رون دي سنتس أن يعلن ترشيحه لانتخابات الرئاسة ورغبته في الفوز بترشيح الحزب الجمهوري وقال لا يعين لهم لمسألة تمويل الحملة الانتخابية لأن كما ذكرت التمويل عامل حاسم جدا وبالنظر إلى أي مرشح ربما في هذا الموضوع تحديدا سيخسر أمام ترامب بالنظر إلى قدرة ترامب المالية الكبرى وبالتالي أعتقد هذه ستكون رسالة يعني رسالة يرسلها ماسك ليس فقط لرون دي سنتس لدفعه على الترشح ولكن يرسلها لكثير من رجال المال والأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية من القاعدة الجمهورية أو من كبار رجال الأعمال في القاعدة الجمهورية لدعم ترشيح ولكي يسير وحذوه في دفع دي سنتس للرئاسة لأنه ربما يكون هذا هو المرشح الجمهوري الوحيد القادر على انتزاع ترشيح الحزب الجمهوري لرئاسة أمريكا لأنه رغم كل ما ذكرناه ورغم كل ما يقال ماذا لا ترامب عامل مهم في الحزب الجمهوري ماذا لا يحظى بقاعدة الجمهورية كبيرة دكتور عاطف سؤال الأخير متعلق بجماعات الضغط أو اللوبيات السياسية ولا تأثير بالتأكيد كبير للغاية في الانتخابات الأمريكية على طول الزمن ما مدى تأثير هذه اللوبيات في الانتخابات المقبلة؟ يعني بالتأكيد تأثير اللوبيات يظل موجودا ويظل حاسما لكنه يأتي ربما في مرحلة لاحقة يعني هنا تأثير اللوبيات يكون أكثر أثناء الانتخابات الرئاسة لتمييل كافة أحد الحزبين الديمقراطي أو الجمهوري يكون هناك مرشح مفضل لكن في انتخابات الداخلية للأحزاب أعتقد أن الدور يتراجع لصالح القواعد الجمهورية المؤثرة أو القواعد المؤثرة من قادة الحزبين تأثير اللوبيات يرتبط بشكل كبير ربما بقضايا السياسة الخارجية أكثر منها بقضايا السياسة الداخلية قضايا السياسة الداخلية يحسمها أكثر الناخب الأمريكي وتطلعاته وقضايا السياسة الداخلية هي بتكون مسيطرة بشكل أو بآخر على الانتخابات التمهيدية داخل الأحزاب أكثر من قضايا السياسة الخارجية التي تتجلى أثناء الانتخابات الرئاسية وبالتالي دور اللوبيات ودور جماعات الضغط يتضح تأثيره أكثر أثناء الانتخابات الرئاسية ويظل أيضا عامل إلى حد كبير عامل مؤثر دكتور عاطف السعداوي مدير تحرير مجلة الديمقراطية بجريدة الأهرام المصرية وبالطبع الخبير في الشأن الأمريكي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا ومشاهدين الكرام وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم أشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة ذي تحياتي كمال ماضي وتبقى دائما هنا القاهرة عاصمة الخبر في أمان الله اشتركوا في القناة